اللي صار صدمة بي الوسط السياسي بالعام وبالنسبة للمكون السني بالخصوص شون اللي صار؟ بداية تحية طيبة لكي والأخ الشيخ مصطفى والمشاهدي قناتكم الكريمة يعني الأحداث السياسية اللاحب تتوالى منذ عزل الرئيس محمد الحلبوسي زين على رئاسة مجلس النواب ولا لغاية اليوم تتوالى الأحداث السياسية والصدمات السياسية هذا نابع من عدم انسجام سياسي شون عدم انسجام سياسي على بقتك دكتور شلون؟ على بقتك يعني هذا اللي صار اليوم بالانسجام السياسي هذا قايمة يعني ترى اليوم انت شفت مقدمة الحلقة يمكن بس ما تشندت سماء الصوت ويايا هذه الضيوفي كلهم كانوا يؤكدون على وحدة تقدم وطمات التقدم يعني حيدر المول الرجال قالها قبل فترة طويلة ويعني احنا اخذناها مادة لحلقات طويلة نحجي ونقول لأ حيدر غلط والباقين كلهم صح جماعة تقدم متماسكين فجأة فهدراشد ما معقولة أبدا أبدا كريمة مسودة شلون زيادة جنابي زيادة جنابي شلون من أقرب المقربين إلى الحلبوسي يعني أنا اعتبر هذا مثل السفينة اللي ده تغرق فعلى ركاب هذه السفينة أن يخلصون نفسهم من هذا الغرق الكبير اللي ده يصير الحلبوسي الرجل عندما خرج بقرار من أعلى سلطة قضائية في البلد ترى خروجه كان بقضية واضحة قضية تزوير أصلا هذا الموضوع أزز جماهيريته وزيت للأصوات بالانتخابات المحلية أبدا منا اللي صار أنه تأثير المنصب كان بعده موجود يعني الحلبوسي خرج في شهر تشرين الثاني تلاذة وعشرين والانتخابات أجريت في كانون الأول تلاذة وعشرين يعني بعد شهر تقريبا وبالتالي نحن متابعين حتى في القروبات على الواتساب في وسائل التواصل الاجتماعي كان الحديث أن الرئيس سيعود خلال شهر هنا يعني الأخ الحلبوسي لعبها لعبة سياسية بشكل جيد وبالتالي حافظ على جمهوره واحتوى هذا الجمهور إلى أن وصل إلى مرحلة الانتخابات وبالتالي حقق ما حقق في الانتخابات لكن لا نبالغ فيما حقق في الانتخابات يعني نعم في بغداد كان لديه ثمان مقاعد في مجلس محافظة بغداد في الأنبار اكتسحها لا ننسى أنه الأنبار الحلبوسي يعتبرها هي الحديقة الخلفية يعتبر أنه الأنبار هي الداعم رقم واحد وأنه هو الزعيم في هذه المحافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر